حماية المدنية خلال يومي عيد الفطرة المبارك أكثر من 4900 تدخلاً منها ما يزيد عن ال565 تدخلاً خاصاً بحوادث المرور والتي أصفرت للأسف عن وفاة 16 شخصاً وإصابة 773 آخراً خلال أيام العيد من خص تدخلات وحدات الحماية المدنية خلال يومي عيد الفطرة المبارك وين كانت لنا عند التدخلات مقدرة ب4900 تدخل في إجمال التدخلات شملت عدة ماجلات لسيما منها كان إجلاء الصحي طبعاً في من خص الإسعاف ونقاد ونقل المرضى بالإضافة إلى حوادث المرور التي خصصت لها ما يفوق 565 تدخل وللأسف التي أصفرت خلال يومي العيد عن وفاة 16 شخص في مكان الحوادث بالإضافة إلى إصابة 773 شخص بجروح متفاوتة الخطورة وين تم إسعافهم وثم نقلهم من مختلف المستشفيات حصيرة تقيلة في مجال حوادث المرور خاصة أول أيام العيد من كان هناك عشر وفاة في مكان الحوادث وما يزيد أهل 348 جريح هذا تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل امتصاص مياه الأمطار الأخيرة في بعض الأحياء بولاية بيجاية وإخراج أيضاً سيارات كانت عالقة بولاية البويرة من دون تسجيل أي خسائر التدخلات طفيفة خاصة فيما يخص التقلبات الجوية على إطر الأمطار الأخيرة كما كان الحال على مستوى وليت البويرة بتكجدها يخراج بعض السيارات التي كانت عالقة بسبب طركم التولوج وين كان على مدنها يعني أربع أشخاص يطروا حمرهم بين 25 و42 سنة وذا كان على مستوى بلدية العصنا وفي بيجاية على مستوى بلد بيجاية كانت أعمالة انتصاص مياه الأمطار على مستوى حي 140 مسكن على بلدية بيجاية ورغم ذلك أن الحماية المدنية تدعو كافة المواطنين لتوخي الحيطة والحذر خاصة نحن كذلك نهاية الأسبوع ويترقب يعني كتافة حركة المرور سواء الجمعة اليوم أو غدا السبت للرجوع إلى المنازل لدى الحيطة والحذر احترام قانون المرور الرجاء عدم استعمال أو إفراد في السرعة والمنورات الخطيرة كفان حاصلات داموية في حوادث المرور خاصة سواء في شهر رمضان أو خلال يومي العيد